دورة تكوينية حول بعث المؤسسات في المهن الخضراء هو النشاط الأخير الذي اختتمت به جمعية تواصل الأجيال المخيم البيئي اللغوي الذي انتظم في جزيرة قرقنة خمسة أيام على التوالي هذه الحصة التكوينية خصت الشباب الباحث عن مواطن رزق في مناطقهم مستغلين بذلك الثروات الطبيعية التي تمتاز بها بلادنا نعمل اختزانة نخدم بالحلفة والبابوش والنخلق نعمل منهم ديفاز نعمل منهم ألعاب الشعبية الأطفال يعني نحب الصغاري يخدمون ألعاب متاحهم سيكيف كيف نعمل دي بيجو بغي كزومبل عملت تقليد بالنخلق العجمة متاع البلحة نقسموها نزينها بلدخلت فيها شوية حلفة الخيط كان من الحلفة الاصل مديحة كان من العجمة متاع البلحة وعملنا فيها شوية بابوش كان تقليد الوسط فيه شاكل وردة محمولة بالبابوش والباقي الكله بالوحدة متاع النخلة اليوم الأخير في هذا المخيم اللي فيه ورشة تكوينية يشرف عليها سيد عبد القادر البواندي المنسق الوطني للسندوق العالمي للبيئة وعنوانها الورشة هذية الفرنسية نقوله وإلا معناتها العمل الأخضر وإلا البعث المشروع في مجال البيئة يعني بالأساس مهنة خضرة يعني الجرينجو يزمها تكون أولا تنتلق من الموارد المحلية اللي موجودة الموارد التابعية المحلية أحنا في كرقنا ثم موارد تابعية ثم نخلة ثم بحرة ثم طراب ثم حلفة ثم صبارة ثم يعني كيفاش ننتلق من موارد تبيعي محلي كيفاش نطوره يعني ورجع منه يعني حالة تتبع في السوق ويعيشوا منها العباد دون أن ننسى دون وهذا أساسي حماية البيئة لأن النجم نقضي على يعني إلا كان من نخلش بعين الاعتبار حماية البيئة النجم المورد هذية المادة هذية طبيعية النجم نقضي عليها فيسة فيسة فيها في عدد قليل من الأشهر ولا من السنوات يعني المادة دي كماناتم كيفاش يعني نخمم في المادة في ديمومتها ولكن كيفاش نستخرج منها موارد نقوله اقتصادي أو مالي المجتمع المدني أصبح له دور هام في الحياة الاجتماعية والمساهمة في النهوض بالشباب ومساعدته على حل الأزمة العالمية وهي البطالة بالاعتماد على الذات والتوكل على القدرات الذاتية لبعث مشروع خاص سيما في مجال التنمية المستديمة والبنك العالمي للبيئة من بين هذه المنظمات الدولية الحاضرة لدعم هذه الطاقات البشرية الوعيدة العديد من المنظمات تساعد اليوم بالشباب لتكوينه لا يقول لبعث المشاريع وأن مال التفكير جديا ويقوموا بالتحليل الضرورية ويقوموا بالتشخيصات الضرورية حتى أفكارهم تصبح قابلة للإنجاز لأن المشروع مش قضية تمويل القضية أساسا سعى كيفاش ننجح المشروع لأن المشروع هي حلقة كبيرة تبدأ من المادة الخامة إلى اليد العاملة إلى التقنيات إلى التسويق إلى سوق منها إلى التسويق هذا كله إلي كان الحالقة لا تكون متكاملة بكلها بكلها لنجم نحط التمويل وبعد في الأخر من القاوش النتيجة من القاوش نتيجة لنا لكن إلي كان هذا كله يتدرس مسبقا والنجيء وإحنا للشابيين تكون منها يتقدم للمساعدة في هذا كله بعد قضية التمويل تولي بسيطة بسيطة جدا يمكن أسهل حاجة في الأخر هي القضية التمويل أما اللي كان ملولوجي تأتيه التمويل وهو ما زال ما يعرفش لا ونمش يمشي لك فلنمش يمشي لك ليه المادة ليش كنش يبيعي لايه لك يعني في الأخر مش يلقى كل العرق ولهنا يعني المؤسسات والمنظمات يعني الدولية وخاصة عن طريق الجماعيات اليوم الجماعيات هي أقرب أقرب ما يمكن إلى الشباب أكثر من الحكومات التكاتف الجهود هو اللي عاوننا باش نعاونوا بعضنا ونعاونوا الشاب خطر تونس تبقى ديما بلاد متميزة بشعبها بشبابها وأنا ديما عندي أمل نقول والمجتمع المدني عنده دور كبير ياسر في هالمحطة هذه خاصة في الفترة هذه أسعيبة لنتمر بها تونس هذا المخيم البيئي اللغوي هو أول نشاط لجمعية تواصل الأجيال فرع قرقنا افتتحت به باقة ملوانة من الأنشطة البيئية والأيكولوجية التي تميزت بها الجمعية الأم في سفاقس تعرفت عليها عن طريق الفرع الأصلي اللي هو في سفاقس تلقيت برش مرات أنا ومدام سينكسكيس تحاورنا في الواحد معناها في الموضوع حبينا يقينا شوية صعوبات في التعامل مع الناس وخاطر فهم حاجات مختلفة في قرقنا على السفاقس وكل بشوية بشوية عملنا بروغرام ولوجنا الحاجات اللي برش عباد ما تعرفيش على قرقنا كما حكيت حاجات تراث لقديمة تقليدية حبينا نعرفو بها ونعرفو شنية الفايدة والاهمية متاحة باش كل مرة بالمرة بالمرة نستغلوها في مشاريع ولا حاجة على ناريخ بديها حاجة نفتخروا بها كونوا في على 20 شاب تخلي يخدم في الجمعية في نطاق العمل التطوعي عدنا 12 شاب أصبح يشتغل اليوم جمعية التواصل الأجيال عن طريق مشروع المرأة صاحبة الأعمال نسميها بروجي واس ولا عنا مركز تكوين نكون فيه احنا الشباب لبعث المشاريع في مجال التنمية المستديمة في مجال الحيرفية في عديد من المجالات وأصبحت جمعية التواصل الأجيال من خلال المركز هذا اللي هو اليوم يكونها يعني ينظمها الورشة في نطاق الجمعية أنشطة أخرى مكثفة كانت حاضرة في المخيم طيلة الخمسة أيام تعرف المشاركون من خلالها على عادات وتقاليد جزيرة قرقنا برشة حويش حتى الثقافة البيئية نزيدت تعرفنا على برشة عبيد بهين قمنا بخرجات تعرفنا على شرفية ممكن احنا قرقنا نعرف الشرفية عنا برشة ذيوف مش قرقنا خرجنا البحر عرفنا كيفاش نصادو بشرفية كيفاش نصادو بالغزل مشينا حذرنا في عرص تقليدي قرقني عرفنا العادات وتقاليد متعلى قرقنا قمنا في هذه المخيمة قمنا بعديد النشاطات منها الترفيهية ومنها التعليمية قمنا بزيارة حفل زفاف تقليدي في جزيرة قرقنا تعرفوا عليه على التقاليد وعلى العريس معناتهم تقارقنا مشينا زيد تعرفنا على الصيد بشرفية والغزل كيفية التعامل مع البحر وتقالبيت التقص وكذلك اللغة متع البحار الأقديمة تضافر جهود كل الأطراف للنهوض بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وتكوين الشباب على المبادرة وتميز شغل كل الجمعيات والأحزاب والمنظمات الوطنية والعالمية خاصة في تونس ما بعد الثورة حيث أصبح صوت المجتمع المدني صوت مسموع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر